اشتركوا في القناة من الثالث عشر إلى الخامس عشر من نوفمبر المقبل وبتنظيم من وزارة المواصلات والاتصالات وسلاح الجو الملكي البحريني بالتعاون مع شركة فامبرو البريطانية وأكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل إضافة نوعية تساهم في إنجاح هذا الحدث الدولي الهام وجذب المزيد من الشراكات العالمية للمشاركة فيها من جانبه عرب الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج عن ساعدته بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع معرض البحرين الدولي للطيران كراع ذهبي مشيرا إلى همية هذه الدورة التي تتزامن مع توسع طيران الخليج توسعها في الأسواق العالمية وارتفاع معدلات السفر عبر مطار البحرين الدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر